قبل ما أدخل بس في تفاصيل أخبار النهاردة مبارح في الحلقة بتاعت السادسة اللي تباحها طبعاً وتابع السؤال اللي احنا وجهناه للناس وخدنا ردود الناس كان السؤال بيقول إيه هل ساهم الفار في حال المشكلات التحكمية ولا زاد من حدتها أو زاد من تفاقمها وأنا استعرضت إجابات الناس مع حضراتكم بس بالصدفة مبارح بعد قصة المطش بتاع الكاس ده أنا الحقيقة يعني في حاجات كتيرة جداً اتغيروا يبدوا أنه القائمين على الأمور مش مدركين المتغيرات اللي حصلت والفارق الكبيرة جداً بين الفترة اللي هما كانوا بيحكموا فيها وبين الفترة اللي هما بقوا مسؤولين عن إدارة الأمور فيها النهاردة كنا متوقعين في بداية الموسم أو مع بداية تطبيق تقنية الفار أن الحكام يبقى عندهم فرصة لتقليل أخطاء ده طبيعي جداً هي الفار اتعملت ليه أساساً يعني هو مساعد الحكم أو فيديو مساعد الحكم ليه؟ عشان لو قدر الله لو حصله الحكم أثناء السر المباراة ما شافش حاجة فاتت عليه قرار مصيري هدف في شك في ضرب الجزاء في شك في طرد يقدر يبقى عنده الفرصة بقى اللي مكون بنوع على زمان الحكم بيأخذ خرار ثانية وما بيلحقش ولازم نديله عزره فكانت حاجات كتيرة جداً بتعدي كانت فيه حاجات كتير بتمر مرور الكرام بدون ما يكون فيه تشكيك في النواية أو تشكيك بلاش في النواية خلينا نقول تشكيك في المستويات تمام؟ نقول إنه ده خطأ بشري والخطأ الحكام جزء من مطعة اللعبة والكلمة لحضراتكم طبعاً حفظين وعارفين لكن النهاردة مع وجود تقنية الفار توقعنا إنها أداة جديدة لمساعدة الحكم على إنه يرجع أي قرار هو مش قادر ياخده أو قرار في اللعبة ما كانتش واضحة بالنسبة له لكن ده مع الأداة المساعدة للحكم ده دي بقى فيه كمان فرصة عند الجمهور إنه يشوف اللعبة مرة واثنين وثلاثة وبالتالي بيبقى منتظر القرار السليم من حكم المباراة لما ما بيحصلش ده بيبقى هنا بقى بدل ما يكون خطأ عبر بيبقى خطر بالنسبة للجمهور يعني اللي بيتابع المباراة بيبقى خطأ مقصود وهنا رد الفعل مختلف تماماً لما الحكم كان بياخد قرار غلط قبل وجود التقنية كانت الناس ممكن تسمح بده كانت الناس ممكن تعدي ده من غير ما يكون فيه أزمة لكن مع وجود التقنية ومع تكرار الأخطاء بالمعدلات اللي احنا شايفينها في النسخة دي مش هرجع بيك للمسم الأخرين في النسخة دي لا أصبح الأمر الحقيقة محل شك الناس بقيت بتشك وبتحس في أوقات كتيرة جداً إن الحكم عنده توجيهات معينة للأسف الشديد أنا بقول الكلام ده بمنطقة صراحة إن كان ليه أنا أتكلم أو أنقل على لسان الناس اللي بتقوله ففي النهاية احنا بنتكلم على سمعة الحكم المصري وعلى نجاح منظومة البطولات المصرية لأنه التحكيم ركن أساسي في نجاح المسابقات في مصر زي ما بنتكلم بالزبط على التحكيم في أفريقيا لما فيه مطشاط لمنتخب مصر مثلاً أو لأن ده مصرية في بطولات أفريقيا بنبقى متخوفين جداً من أسماء حكام بعينهم إن هم يديروا المطشاط دي لصالحنا ليه؟ لأن فيه سوابق وفيه مواقف كتيرة جداً مرنا بيها عرفنا إنه التحكيم في أفريقيا مش بكلم على كل الحكام لا فيه حكام محترمة جداً ومنهم فيكتور جوميس طبعاً اللي هيبقى بسؤول عن التحكيم في الملعب حكم الملعب في مبارات نهية دوري الأبطال منهم مصطفى غربال منهم ردوان جيد منهم فيه أسماء كتيرة كاملي شونج زمان كان من حكام المحترمة جداً في أفريقيا اللي يخش المبارات يبقى متطمن أن التحكيم في المبارات دي هيمشي عشر على عشر ممكن يبقى فيه أخطاء أكيد غير مقصودة ما فيهاش توجيه فبالتالي أنت بتتكلم في النهاية على سمعة أنا أسف أن أنا قطلت بس الموضوع الحقيقي زاد عن حده قوي وبقى مستفز للناس جداً ازدواجات المعايير والحكم بالأهواء في حاجة مفترض أنها مرتبطة بنص قانوني كل الكلام اللي قاله كابتن عصام عبدالفتاح في المواقف المختلفة دي يعني ما شفتولوش مرضود في نصوص ولوايح التحكيم يعني ما شفتولوش مقدة شفحة من الكلام اللي هو بيقوله فإذا كان عندنا رغبة في ده أنا الحقيقة شايف أنه قاني الأوان أن احنا يبتدي نفكر ما فيهاش أي حاجة عيب قاندية بتلجأ لده اتحادات رياضية بتلجأ لده ما فيش ما يمنع على الإطلاق أن احنا نطرح اسم حكم أجنبي وكتير من الدول على الفكرة بتعمل ده وكان للتجربة آثار نكحة جداً أنه يتم استقدام أسماء كبيرة تقدر تنهض بمستوى أو بمنظومة التحكيم في مصر وهذا لا يقلل إطلاقاً من قدر حكامنا الدوليين السابقين أو الحاليين ما إحنا يعني لما نروح نجيب مدير فني أجنبي هل ده معناه أن إحنا بنقلل من شأن المدير الفني المصري؟ أبداً تجربة محتاجين نخضها ونقيمها ونشوف هل ممكن تحدث فارق ولا لأ؟ يعني إحنا جابنا كمدير فني المديرين فنيين بيشتغلوا كتير جداً عجانب فقندية مصرية ومنتخب المصري تاريخ طويل جداً من كل المدارس جم تولوا مسؤولية الجهاز الفني لمنتخب مصري إيه المنع أن احنا نجرب لمرة؟ ونشوف هل هيصنع فارق ولا زيت زي عبيد وخلاص خلينا في المصري والدنيا تمشي؟ خلينا نروح لمطسنا المهم